اشتركوا في القناة كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف أغلب سكانها يعملون بالزراعة هذه المعلومات وصلتني من أبناء جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي أنا علي عبدالله كولو من منطقة درباسية في محافظة الحسكة وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم ويتعلم أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم وأن يسموا أولادهم بأسام كردية فلوطنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات وعلينا أن نتعلمها دمتم أهلنا في جبل الأكراد